أنا بس عاوزة يعني ايه أتوقف عند المواقف والصدمات والأشخاص علشان فيه ناس بتتعرض لتجارب ممكن تبقى أكبر من قدرتها على التحمل هنبدأ شخص انت عارف ان الشخص ده بيديك طاقة سلبية انت عارف الشخص ده بيمتص طاقتك انت عارف ان الشخص ده نرجسي شخص سايكوباتي شخص يعني كل الحاجات اللي هي النوايات الشخصيات اللي هي بتعمل أذى للي حواليها كيف أتعامل معاهم بحيث ان هما ما يقلولوش المناعة النفسية بتاعت يعني مثلا فيروس كورونا يقولك إيه عشان ما يجيلكش أو حاول تقوي منعتك خد فيتامين سي وزينك ومش عارفة إيه وإيه والحاجات دي أنا بقى الفيتامين سي والزينك بتاع المناعة النفسية إيه كل واحد من دول من الشخصيات السامة اللي حضرتك ذكرتيهم واللي بتجمعنا بيهم علاقات أحيانا تكون علاقات هامة بيهم هنقول لكل شخص بيحتك بحد فيهم إيه الفيتامين اللي ممكن تستخدمه عشان تحمي نفسك منه مثلا نبدأ بالشخص النرجسي نرجسي مصطلح تم استخدامه كتير وللأسف مش دايما بيكون الاستخدام الأمثل بالضبط هو أساقه على السوشيال ميديا كل الناس عامليه مواقع عن الشخصيات النرجسية وتلات تربع كلام غلط أسف وللأسف مش علمي قوي ومش كل حد ممكن يكون دايق حد تاني يبقى اسمه نرجسي ولا كل حد قال أنا أول الكلام ونصه وأخره بقى شخص نرجسي نرجسي ده اضطراب اسمه اللي هو اضطراب الشخصية النرجسية من أهم أعراضه أن هذا النرجسي بيكون طووس شخص طووسي لا يرى منه إلا الريش يعني ما عندوش كونتنت لو راح منه هذا الريش لا يقدر يطير ولا ينفع التاكل بس ده أبسط تعريف للشخص النرجسي طووس ريشه حلو جدا عنده إحساس بالزهو لو راح منه هذا الريش لا ينفع يطير ولا يقدر يتاكل لا ينفعش تاكله ولا هو يقدر يمارس الطيران النرجسي ده مؤذي شعور مؤذي مؤذي المين للي يقف في طريقه بس لكن كتير من الناس بتشخص النرجسي غلط وبشوف كتابات وأحاديث وأحيانا لقاءات تلفزيونية بيتكلم عن النرجسي غلط ده كلام غير علمي هو مؤذي للي هيظهر قبله للي هيبقى موجود أحسن منه للي هيبقى ظاهر عنه للي يبقى ممور أكتر مؤذي للشخص ده عامل زي القطر كده ما ينفعش حده هو فصاده طب انت واقف جنبه عادي جد طب انت واستعتله السكة عادي جد النرجسي ده بيكون في حالة صراع دائم مع نفسه وليس مع غيره ليه؟ هو طول الوقت حاسس انه أقل وانه نجاح غيره بيهدد نجاحه الحل انك دايما تطمنه طول الوقت تحسسه انك مش هتيجي جنب الحتة بتاعته خليك في دي وربنا يوفقك فيها تنازلك عن بعض المواقف في التعامل مع الشخصيات اللي زي دي لمصلحتك لما تكون جاي يا ريح وصادي وغمض عناية ولف جسمي عشان تعدي مني ده زكاء ده منتهى الزكاء ان انا مصطدمش بيها تمام ده النرجسي السايكوباتي شخصيات سايكوباتية مختلفة تماما احنا قلنا ان رجاسي قطر بيئزي اللي قدامه السايكوباتي يئزي اللي قدامه واللي جنبه واللي وراه واللي معانا في القاعة واللي بره الاستوديو واللي في اي حتة هو شخص متعته الازى بيتغزى على ارس الناس بيستمتع بأزيتهم دمه بيجري فيه كرات بيضة وحمراء وحقد وغل وكب وحورات الشخص السايكوباتي هو اشر الناس على الارض والحديث الصحيح بيقول ان شر الناس من يتقيه الناس التقاء اللي شره يعني يوم ما نقول ابعد عن فلان ده عشان شرير هو ده السايكوباتي ابعد عن فلان ده عشان بتعمش راكل هو ده السايكوباتي بس الناس مش واغدى بالها ان ده نوع واحد من السايكوباتيين لهم نوع تاني ده حلاب كده يقرب منك ويطبطب عليك كده يبقى ملاسق ليك في الأزمات ويقف جنبك في المواقف كده وهب تلاقي منه الضربة كده اللادعة وفيه منهم نوع ثالث اللي يتزاكى على كل اللي موجودين ويعرف أسرارهم واللي يقرب من كل المحيطين ويعرف حكاياتهم عشان في وقت من الوقات يستغل كل حكاية يعرفها عنهم يعني السايكوباتي أصعب من المنرجس بمراحل كتير 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 جده